السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازايكم عاملين ايه? النهاردة هنعمل حاجة حلوة جدا. حاجة سريعة كده بس طعمها طبعا حكاية. هنعمل النهاردة الكشك بالرز. حلو جدا. وطعمه رائع السراحة. هنعمله النهاردة بطريقة مبسطة. هو ما بياخدش اي حاجة خالص. هنعمله بطريقة مبسطة خالص وحلوة. وبجد مش هتبطله تعمله يعني. المقدير بتاعتي هو عايز شربة بس يريد تكون شربة دسمة. انا عندي دي شربة بط. عندي كباية رز او كباية ربا رز. وعندي لبن بس انا اخدت كباية لبن كده كاملة. لو احتاجت تاني هقدر ان انا حدد وحط اللبن بعد كده. دلوقتي احنا طريقته سهلة جدا وبسيطة اوي ومش بتاخد اي حاجة خالص. احنا هنجيب حلة وهنحط فيها الرز. طبعا الرز ده انا غسله حلوة قوي. اه ومصفيان. هنحطه في الحلة وهنحط معاه الشربة بتاعتي. بس لازم الشربة تغطي الرز. اه عشان احنا هنسيبه على النار. اه شوية لحد ما الرز ما يستوي جوه الشربة. اه بصوا انا هنا سبته على النار لحد ما استوى جوه الشربة بصوا بقى شكله عامل ازاي. هبدأ دلوقتي ان انا هضيف اللبن بتاعي. وهحدد اذا كان عايز لبن تاني ولا لا. انا حطيت هنا القباية اللي انا ورتها لكم. فحسيت ان هو بعد ما قلبته كده حاسة ان هو محتاج لبن تاني. فهاجيب نص القباية كمان وهحطها عليه. اه وهراعي ان انا طبعا انا هنا ولا حطيت اه ملح ولا حطيت اي حاجة. عشان انا اه المفروض ان الشربة بتاعتي كده كده متملحة. اه فالملح فيها كفاية. فانا مش هينفع ان انا احط ملح تاني لان كده هيبقى حادق جدا. فانا اكتفيت بالملح اللي جوه الشربة. فياريتني رأي حاجة زي كده لو الشربة فيها ملح متملحة يبقى حلوة قوي بلاش نحط ملح تاني. اه دلوقتي انا اخدت نص قباية لبن تاني. وطبعا انا مولعة النار. اه وهنا دي بصلة انا محمراها. اه اخدت منها اه جزء هحطه على الوش. والجزء التاني هلازم نحطه اه مع الكشك. اه بيدي طعم حلو جدا وبيبقى طعمه جميل قوي قوي. وبيبقى متحمر اه في لما بيبقى متحمر البصل بيبقى بيدي للروس طعم جميل جدا. اه هي طبعا الطريقة سهلة زي ما انتم ما شايفين يعني. مش محتاجة اي حاجة خالص وطعمه حلو قوي. اه في ناس كتير جدا ما تعرفوش الكشك ده. وفي ناس تعرف الكشك السعيدي بقى اللي هو كنا بنعمله زمان ده. بس طبعا ده حاجة ودي حاجة تانية خالص يعني. ودي طريقة ودي طريقة. الكشك زي ما انتم ما شايفينه كده هو بس هي شوية دي اقتين تلاتة على النار وهو كده خلص خلاص. اه بعد ما حطنا له اللبن. وحطنا البصل. وكده خلص يعني خلص. انا هنا اللي رفته عندي في في الطبق بتاعي. آآ وده البصل اللي انا قلتلكو عليه اللي انا اخدت جزء من البصل اللي احنا حطناه فيه. فالبصل ده بقى هحطه على الوش. عايزين تحطوا كله آآ يعني متوزع على الوش ماشي. عايزين تجمعوه كله في النص زي ما انا ما عملت كده ما فيش مشكلة. آآ وبجد طريقة حلوة جدا وتعموها حلوة جدا جدا. هتعجبكو. ولما هتجربوها بجد يعني فيه ناس كتير بتحبو الكشك ده. آآ وطبعا بيتاكل ملهوش حل طعمه حلوة قوي قوي. آآ انا واحدة من الناس الصراحة اللي بعشق حاجة اسمها الكشك ده. آآ بيبقى طعمه جميل جدا. آآ وعمتا انا بعمله لما لازم يكون معاه شربة دسمة. لان لما تكونوا الشربة دسمة بتديله طعم حلو جدا غير الشربة العادية. فانا كان عندي شربة دسمة فقلت لازم اعمل معاكو الكشك ده. ووريتكو طريقة هاي النهاردة سهلة جدا وبسيطة قوي ومش محتاجة اي مجهود. ودي كانت طريقتنا النهاردة للكشك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.